أما الدرس العملي فأنا قلت لكم أن احنا هنعمل فقرات كده أنا قلت لكم كده في الحلقة اللي فاتت عن حاجات كده اسمها أكلات مهمة ومنسية حاجات مهمة جدا في أكلنا بس نسينها أو على الأقل مش نسينها بس مش عارفين مدى أهميته فالدرس العملي النهاردة هنقوله عن الحمص الحمص اللي هو اللي بيتطبخ يعني اللي هو الحمص الكبير مش الحمص اللي بتاع المقلة الحمص اللي هو الحمص ده تمام؟ اللي هو قشرة ده الحمص ده أولاً موجود في الصف والشتاء ودي أول ميزايا وبيشتهر جداً في مناطق حض البحر الأبيض المتوسط أهمية الحمص إيه بقى؟ الحمص الناس ممكن تقول إيه هو الحمص ده ده أنتوا هتشوفوا دلوقتي العجب عن الحمص ده الحمص ده كل 100 جرام منه كل 100 جرام بيحتوي على 162 سعر حراري فقط وبيحتوي الميت جرام على 8.86 من 100 جرام بروتين فهو من أغنى المصادر للبروتينات معنى كده إن إحنا الحمص المسلوق والمهروز ده من أجمل الأكلات للأطفال الصغاري المهروز ده حتى بتعامل صلطة الحمص بتعامل عليها زيت زتون وكده كمان ممكن استخدامه كبديل للحوم في أوقات كتيرة جداً لغناه الشديد بالبروتينات كمان فيه كربوهايدريت وفيه ألياف والدهون اللي فيه قليلة جداً يعني كل 100 جرام من الحمص نسبة الدهون فيها 2.59 من 100 جرام ودي نسبة لا تذكر يعني 2% وشوي كمان فيه كالسيوم وفيه حديد وفيه مغنيسيوم وفيه زينك الحمص من أهميته أو من وظائفه أنه بيخفض مستوى الكوليستيرول الزايد في الدم والكربوهايدريت اللي فيه المواد النشوية اللي فيه من الكربوهايدرات المركبة واللي بتساعد في امتصاص السكر ببطء في الدم وبالتالي يعني بتهدم ببطء وبالتالي الحمص بيمنع تطور مرض السكر وبيساعد على السيطرة عليه يعني أي حد عنده سكر أو خايف يجي له سكر الحمص ده علاج وقائي اللي عندهم سكر بقى من الأغذية المهمة جداً هم ما ياكلوا حمص لأنه بيتحرق ببطء أو بيتم عملية تمثيل الغذائي بتاعته ببطء كمان الحمص بيكون غني بالأوميجا ثري وده مفيد جداً لعضلة القلب بيكون كمان مفيد للقولون مش بقول لكم منسي خالص مفيد للقولون مفيد للمعدة وبيقلل الإمساك وبيقلل التقلصات وبيقلل الانتفاخ وبيحسن الهضم وبيحافظ على طبيعية الحركية بتاعت الأمعاء وبيقي كمان من بعض أنواع السرطان وتحديداً سرطان القولون والمستقيم ومفيد للعظام مفيد جداً في الرجيم لاحتواءه على ألياف وبروتين وكربوهايدريت بتتهدم ببطء لكن المفاجأة بقى وديل حضراتكم كسيدات وآنسات وبنات يعني جمال إنه مفيد جداً جداً للشعر الحمص بيحسن الدورة الدموية بتاعت الشعر وبيحسن حالة فروة الشعر وبيقوي بويصلات الشعر فبيمنع تساقطه وبيطول الشعر وبيزيد لمعانه يعني أجدع من أي شامبو الحقيقة يعني تمام؟ مفيد كمان جداً الحمص للحوامل لاحتواءه على الفوليك أسد زي ما عرفنا واحتواءه على الكالسيوم والحديد والألياف مفيد جداً للعين كل ده في الحمص كل ده في الحمص مفيد جداً للعين ومفيد جداً في إدرار البول ومفيد لتنشيط الكبد أو بيساعد على تنشيط الكبد وبناء العضلات وتقوية المناع يعني حاجة سحر عشان كده الحقيقة أنا في حاجات معينة كده أكلات معينة إن شاء الله إن شاء الله على مدار مجموعة من الحلقات هعرفكم على أهميتها لأنها لا تخطر على بل أحد الحقيقة وهو في متناول الجميع الحمص لكن فيه تحذير بس بسيط من كثرة تناوله إن احنا بقى مش عشان هو حلو نمناكله بقى ليه ونهار لا كتر تناوله خطر على الكلا يعني ما نزودوش لأنه تحديداً بيحتوي على مادة اسماء البيورين لما بتزيد دي اللي بتزود حمض اليوريك أو اليوريك أسد في الدم وكمان هو ضار إمتى بقى في حال كان غير مطهو بشكل كامل يعني لازم يبقى مطبوخ كويس قوي وفي أكلات كتيرة على فكرة بتتعامل بالحمص تمام؟ اشتركوا في القناة